في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة هذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع عشر عن علي بن يقطين الشخصية الشعية المعروفة الذي كان وزيرا عند العباسيين بأمر من إمامنا الكاظم صلوات الله عليه علي بن يقطين يقول قال لي أبو الحسني موسى بن جعفر صلوات الله عليه يا علي يخاطب ابن يقطين يا علي الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة منذ مئتي سنة الرقم تقريبي إمامنا الكاظم استشهد سنة مئة وثلاثة وثمانين للهجرة يعني قبل تمام المئتين وهذه الرواية في السنوات الأخيرة من حياته فالكلام في الأرقام تقريبي وهذا هو الشائع في الأحاديث والروايات يا علي الخطاب مع ابن يقطين الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة إمامنا الكاظم في حديثه إشارات دقيقة جدا الإشارة الأولى فإن التشيع هو الإسلام بدأ التشيع مع اللحظة الأولى التي بدأ فيها الإسلام التشيع هو الإسلام ومن هنا جاء في تعريف الإسلام في أحاديثهم الشريفة الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد هذا هو الإسلام يا علي الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة وبالمناسبة إذا أردنا أن نعود إلى الكتب السنية فإن فيها من الأحاديث التي تنقل عن رسول الله وهو يصف سلمان المحمدي وأباذار والمقداد وأضرابهم يصفهم بأنهم شيعة علي هذا الكلام في مرحلة التنزيل موجود في كتب المخالفين لو كان المقام لسرد هذه الأحاديث وقراءتها من كتبهم لجعتكم بكتبهم التي فيها من الأحاديث الصريحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف فيها سلمان المحمدية وأضرابه من أنهم شيعة علي وأكثر من ذلك من أنهم خير البرية وما جاء من ذكر لخير البرية في سورة البينة في أحاديثهم في أحاديث المخالفين في كتب السنة عندهم من الأحاديث ما يشرح ويفسر معنى خير البرية في أنهم شيعة علي في كتبهم في كتب المخالفين فإمامنا الكاظم يقول الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة الإسلام هو التشيع وهذا هو الذي أصر عليه دائما من أن استعمال مصطلح المذهب بالمعنى الإصطلاحي بخصوص دين أئمتنا خروج من الدين لا يوجد هناك شيء اسمه مذهب مذهب أهل البيت مذهب جعفر الصادق لا يوجد هذا الشيء المذهب المذهب الاثنى عشري هذا الكلام يقوله المخالفون ويقوله الطوسيون يمكننا أن نقول مذهب أهل البيت نقصد المعنى اللغوية الطريق أما المذهب الاصطلاحي فهذا يعني أننا نساوي بين الرؤوس نساوي بين رأس الصادق وأبي حنيفة والشافعي والبقية فهل هذا هو ديننا هذا ما هو بديننا ما هو بدين محمد وآل محمد نحن نقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة في زيارة الزهرة ونحن في ليلة الفاطمية الأولى هكذا نخاطبها أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينه ليس هناك من مذهب أشهد أن الدين دينه إن الدين عند الله الإسلام ولا توجد مذايب الناس أحرار يؤسسونها مذايب لا شيء لنا بهم أنا أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة لهم دينهم ولنا ديننا أتحدث عن سقيفة بني ساعد وعن سقيفة بني طوسي لأن الطوسيين يصرون على هذه القضية على إحياء المذهب نصرة المذهب هذا الهراء الطوسي القذر الوسخ لا علاقة لدين محمد وآل محمد به فإمامنا الكاظم حين يقول الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة يعني أن التشيع هو الإسلام وأن الإسلام هو التشيع ولا شيء وراء ذلك المذاهب الأخرى لهم دينهم ولنا ديننا هذه هي الحقيقة المقشرة وإشارة أخرى في كلام إمامنا الكاظم صلى الله الله عليه هذا من أن برنامج التمهيد بدأ من اللحظة الأولى لحركة الإسلام على الأرض فكان النبي صلى الله عليه وآله ممهد وهو في الحقيقة تمهيد لبعثته العظمى لدعوته العظمى ولدولته العظمى في آخر عصر الرجعة العظيم إمام زماننا ممهد في ظهوره الشريف لتلك الدولة الشريفة لدولة محمد صلى الله عليه وآله التي هي زبدة المشروع الإلهي التي هي خلاصة الحكمة الإلهية من خلقنا وإشارات وإشارات أنا أريد أن أوجز الكلام الكاظم يقول يا علي يخاطب ابن يقطين الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة فهذا الذي أقوم به في برامج تطبيق لبرنامج محمد وآل محمد هذا هو برنامجه هذا الذي جاء في غيبة النعماني وجاء أيضا في علل الشرائع في الجزء الثاني من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة كتبنا القديمة هذه في باب نوادر العلل إنه الحديث السادس عشر بسنده عن علي بن يقطين قال قال قلت لأبي الحسن موسى الحديث الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني الإمام يخاطب علي بن يقطين الحديث هنا علي بن يقطين يسأل الإمام الكاظ قال قلت لأبي الحسن موسى صلوات الله عليه ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي لم يتطبق على الأرض وما روي في أعاديكم إنهم العباسيون القدماء إنهم الأمويون القدماء وما روي في أعاديكم قد صح صح تحقق على الأرض يعني أن ما جاء في الأحاديث عن دولتكم لم يتحقق إلى الآن هذا هو مقصوده ولا يتحدث عن كذب وصدق هنا وإنما يتحدث عن الصحة على الأرض عن التحقق على الأرض ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي لم يتحقق وما روي في أعاديكم قد صح قد تحقق فقال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا خرج من الأحاديث إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل إنها إخبارات من الغيب وأنتم أما أنتم عللتم بالأمان عللتم بالأمان عللتم أي أنكم ربيتم هدئتم مثل ما يقول الطغرائي في لاميته المعروفة بلامية العجم هناك لاميتان في الشعر العربي لامية العرب ولامية العجم لامية العجم للطغرائي يقول فيها أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أطيق العيش لولا فسحة الأمل حقيقة هذه حقيقة هذه كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولا الأمل لساء العمل لأن الإنسان حينئذ سيصبح متشائما وستهيمن عليه الكآبة وحينئذ ليس هناك من حماس وقد حددتكم فيما حددتكم في الحلقات الماضية من أمراض خدمة إمام زماننا الملل والضجر الملل والضجر إنما ينشأ بسبب انطفاء شعلة الحماس وتنطفئ شعلة الحماس حينما ينطفئ الأمل حينما يذوي الأمل يذوي معه الحماس وتنطفئ شعلته وأنتم وأنتم عللتم بالأمان أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق وخارج منهم صلوات الله عليه فكان كما قيل تحقق على الأرض في الأمويين في العباسيين وأنتم يا معشر شيعتنا وأنتم عللتم بالأمان ربيتم وهدئتم وشذبت وهذبت نفوسكم بالأمان وأنتم عللتم بالأمان فخرج إليكم كما خرج وهذا واضح في الأحاديث هناك أسلوب خاص في أحاديث الغيبة والظهور يمكن أن تفسر في أكثر من مقطع زماني وهذا ما وقع في الماضي وما وقع في حياتنا أيضا فسرنا وفسرنا من الأحاديث ما فسرنا في سنوات سابقة لكننا ما وجدنا شيئا على الأرض مع أن فهمنا للأحاديث لم يكن مخالفا لا لذوق الأحاديث ولا للبلاغة العربية وأدبها لكن الأمر يعود إلى المعطيات الناقصة وكان الفهم وفقا للمعطيات المتوفرة مع أسلوب الأماني الذي يهيمن على هذه الروايات والأحاديث وهذا واضح في كلماتهم هم يريدون منا هذا عللتم بالأماني يريدون منا أن نعلل أنفسنا أن نطيبها أن نؤنسها بالأماني نحن لا نؤنسها بأماني الضلال نؤنسها بأماني الكون مع إمام زماننا هذه أمانينا أماني تشدد علاقتنا وتوثق رابطتنا بإمام زماننا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا جزء من المرابطة مع إمام زماننا أن نوثق علاقتنا الوجدانية به من خلال أماني ما نقرأ نقرأ في حديث الكساء الشريف أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لأن الحديث متوفر في هذا الكتاب كي تعودوا إليه الزهراء الزهراء هي التي تخبرنا فقال فقال علي لأبي كل هذا تحت الكساء اليماني الفاطمي في بيت فاطمة صلوات على فاطمة وآل فاطمة إنها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هكذا قال الله سبحانه وتعالى لجبرئيل وهو يحدثه عن الذين هم تحت الكساء اليماني الفاطمي الشريف فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة حديثنا عن إمام زماننا وعن شؤون إمام زماننا هو زبدة حديث الكساء زبدة حديث الكساء قائم أهل محمد حين نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها السر المستودع في فاطمة هو سر محمد وآل محمد الذي يتجلى في بقيتهم في قائمهم هذا هو السر المستودع في فاطمة تفاصيله نحن لا نعرفها كنها هذا السر نحن لا نحيط به علما إنه سر مستودع عند فاطمة لكننا نعرف مضمونه وعنوانه الإجمالي فهذا السر المستودع إمام زماننا زبدة حديث الكساء إمام زماننا ونحن نتحدث عن هذه الزبدة آثار حديث الكساء ستتجلى بنفسها حينما نتحدث عن زبدة حديث الكساء نحن نتحدث عن القيمة فاطمة وعن القائم عن قائم دينها عن الحجة بن الحسن حديثنا في أجوائه وفي أفنيته وفي شؤونه وفي ما يرتبط بغيبته وظهوره وكل الذي نذكره من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم سلام على فاطمة وسلام على أبيها وسلام على بعلها وسلام على بنيها وسلام على السر المستودع فيها نذهب إلى فاصل شكرا